تواصل مصر جهدها المكثفة في تجهيز وإرسال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة المزيد يطلعن عليه مراسلة تلفزيون المصري محمود جميل بعد التحية لازالت الجهود المصرية متواصلة ومكثفة لإنفاذ أكبر عدد من المساعدات الإنسانية للأشقاء داخل قطاع غزة وعلى الرغم من أن اليوم أول أيام عيد الأطحى المبارك وهو يوم إجازة رسمية في مصر لكن مصر لم تتوقف لحظة عن تجهيز هذه المساعدات وهنا يتطع جليا الفرق الكبير بين من الذي يقوم بتجهيز المساعدات وحرصه على إدخالها للأشقاء داخل قطاع غزة ومن الذي يقوم بمنع هذه المساعدات وأيضا يتخذ من بعض الأيام للإجازة الرسمية الخاصة به بمنع دخول هذه المساعدات ونحن هنا نتحدث على الجانب الإسرائيلي أول أيام عيد الأطحى المباركة اليوم مصر قامت بتجهيز العديد من شاحنات المساعدات وتم إدخال ما يقرب من 100 شاحنة لكن لازال الجانب الإسرائيلي يواصل الإجراءات التعصفية حيث تم عودة 17 شاحنة من هذه الشاحنات بالإضافة بالطبع إلى بعض الشاحنات التي أفرجت حمولاتها وعادت وأيضا تم دخول أربع شاحنات للوقود وتحديدا للغاز فلازال الاحتلال الإسرائيلي يواصل التعند في منع دخول أكبر عدد من شاحنات الوقود ليس هذا فحسب ولكن أيضا آلية تفريغ هذه الشاحنات التي تأخذ وقت طويل في تفريغ الشاحنات في خزنات تابعة للاحتلال الإسرائيلي ثم بعد ذلك الشاحنات التي تأتي تابعة للأمم المتحدة في تفريغ هذه الحمولة مرة أخرى فبالتالي هذه العملية تأخذ وقت طويل على الجانب الآخر كنا نتحدث في الأيام الماضية عن عودة بعض الشاحنات المحملة بالأدوية وفي هذا الصدد تحدث المتحدث باسم منظمة اليونسيف داخل مدينة رفح الفلسطينية بأن كانت هناك شاحنة محملة بعدد من الإمدادات الطبية وعلاكسو التغذية لأكثر من عشرة ألاف طفل وبعد أخذ كل الموافقات على استلام هذه الشاحنة تم رفض هذه الشاحنة وعودتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق أيضا بالذي تم الإعلان عنه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدنة تكتيكية لدخول أكبر عدد من المساعدات ولكن هذا يتنافى مع أرض الواقع والصورة الحقيقية التي تؤكد قلة دخول المساعدات لقطاع غزة وهذا يأتي ضمن الإجراءات التي تفاقم الأزمات الصحية والكارثية داخل قطاع غزة هذه هي الصورة والآن أعود إليكم في الستوديو مرة أخرى